السلام عليكم البنات اليوم راح نشوفوا مع بعض طريقة حفظ البصل والبطاطا في المطبخ نتاعي بما انه المطبخ نتاعي صغير البنات اذا تذكروا في المسافة هذي كنت اضع زي لمو هذو كلها مش زي لمو هذيك الغوز اللي نحط فيها الملاعق و بعض الاواني نحيتها من هنا و جبت الفرجيدر هذا جبته للحيط هكذا قعدت لي مسافة هذي صغيرة شريت هذا المنظم هذا الخضر انا راح نشبده لكم و نشوفوه بشكل يعني واضح يعني انا متوفرين سعر تاع و سبعين الف فيه ثلاثة تاع ليتاج كما راكم تشاهدو راح نوري لكم طريقتي في تنظيم الخضر التوعي من هذا النوع يعني رائع عجبني هذا المنظم خاصة لو انتهوه وخيرته بالعاني في البيض انا راح نشبد الخضر التاعي و نشوفوه وسطندوق عن قريب هاوليكم الابنت بعد ما جبتو يعني بشتشوفوه بوضوح نحط هنا لتحت البصل و لتحت خلاص نحط البطاطا هنا نحط اونقا قد تكون عندي الخضرات نستخدمها في ساعة و ما تتضرش بخارج الثلاجة نحطها هنا مؤقتا مش نستخدمها سريعا كما البطراف و للفلفل اذا حبيتني شوي مباشرة هنا نحط الثوم ساعات يعني كتكون عندي الخضرات اللي نحطها هنا بسيف نهبط هذا مع البصل هنا لثوم هذا و حطيتوه هنا في هاد في هاد السلة كما تشاهدو البنات هنا حطيت هاد النوع من الورق ورق للمنادي الورقية هذي تمتص الرطوبة هاي للبصل و الخضرات تمتص الرطوبة خاصة اني نوضعها في هاد المكان شوية يعني مش يمهوي بسيف برغم يعني اونفاس للبالكون بالعاني بشتتهوه لكن راح نساعد في انه يمتص لي الرطوبة و يحفق على الخضر تاعي من انها تفسد في ساعة خاصة كما تعرفوا بالبصل و الثوم يعني يفسدوه كما طماطم يعني يفسدوه يفسدوه سريعا من الخضرات اللي تكون معاهم على بيها درت هاد المناديل ستقولوني البنات داروا لي فرق كبير نتمنى تجربوه والحاجة ثاني اللي عجبتني فيه انه يتنحى انا كنت حطاته من قبل تحت الحوض كنت حط فيها مواد تنظيف توعي بصحب الدلت يعني و عاود ترجعته هنا يعني تقدري ثانية تحبي تزيدي تشري واحد اخر وتوديرها اعلى من هكذا يعني تزيدي ترك بيلو ما فوق تقدري تنحي برك هادو و تعاودي تطلعيه عملي بزاف لبنات يعني خاصة الخضر من هاد النور حبيت نشاركوه معاكم باش تشوفو كيفاش اني استغليت المسافه هذي اللي بين الثلاجة والحائط باش ندخل في هاد الصندوق متاعي كي ما راكم تشارتو انا راكم نشبتو معاكم المكان كي ما تشاهدوه او قريب مني قريب للطبخ و كي ما قلت لكم انفصل للبالقون يعني يتغوالي مليح حبيت نشارك معاكم هاد تدبير خطر عبالي باللي كين بساف بنات يحبو هاد الامور يحبو يتشاركوه يحبو يفهمو اذا هاد المنتجات نلاحه ولا لا لا اه سيبياته ولا يعني الحاجه المليحه فيهم والحاجه المليحه فيهم كي ما راكم تشاهدو انا حبيت نشارك معاكم هذا المنظم ساعدني بزاف البنات في هذا الخضر وتقدري حتى تديريه بزاف أمور ألعاب تعل الأطفال تقدري تديريه المواد التنظيف كيما قلت لك تحطيه في الدوش ولا في البالكون بزاف أمام أمور الخياطة ينظم أمور الخياطة روعة نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ونتظروني في فيديو قادم إن شاء الله